أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا على يوم الاثنين خمس وعشرين تشرين الأول أكتوبر من شهر تسعة القمر اليوم موجود في منزلة الذراع وهي منزلة زي ما حكينا جيدة وصالحة لكل شيء يعني القمر رح يظل في هاي المنزل إلى ساعة تسعة مساء من مساء اليوم الأحد موعد بث الحلقة بتوقيت جرينيتش بعدها رح ينتقل يعني إلى منتصف الليل بعدها رح ينتقل لمنزلة النثرة وهي برضو منزلة ممتازة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج طبعا القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء فما زلنا منوخذ من صفات برج الجوزاء رغم أنه رح ينتقل في ساعات متأخرة من اليوم الاثنين القمر لبرج السرطان فعشان هيك حديثنا رح يكون عن برج الجوزاء اليوم في حلقة الغد رح نحكي عن الانتقال طبعا بما أنه القمر موجود في برج الجوزاء فالكل صار يعرف أنه هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 22 و13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 35 و33 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش فبنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة 2 و10 دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بيزيد من شجاعتنا ومن حماستنا وهذا وقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ من الساعة 2 و10 دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 9 مساء بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر بما أنه رح يكون الساعة التاسعة مساء بتوقيت جرينيتش يعني منتصف الليل بتوقيت الأردن رح ينتقل وصير بالسرطان فمنلاحظ أنه من ساعة 10 تقريبا بتوقيت الأردن يعني ثمانية بتوقيت جرينيتش بنصير نشعر أنه هاي الفترة بيصير في عنا قوة العاطف أكثر ومنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبائنا ومن ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومننا من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكرية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا بحيث أننا نشعر بحافظ لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب الانتقاد انتقاد الغير أو ننتقد أحد بهذه الفترة لأنه بالفترة هاي حساسيتهم بتكون في أوجهة فما رح يستقبلوا منا فممكن تكون ردات فعلهم سلبية في هذه الفترة بوسعنا شراء عقار أو اهتمام بسكن أو ترحيل من سكن لسكن أو استئجار بيت زراعة نبتة أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت مع العائلة أو مع أفراد الأسرة بما أنه القمر رح ينتقل للسرطان في ساعات متأخرة معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس 28 عشر بيبدأ في تمام الساعة 6 ودقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 9 و7 دقائق صباحا بتوقيت جرينيج لينتقل القمر بعدها لبرج الأسد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب 19 يوم في تمام الساعة 6 و 6 دقائق بعد العصر بيصبح 20 يوم نسبة الإضاءة بتصير 77% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 منتحسة بنسبة 50% الآن ولكن من ساعة الصباح بتصير منتحسة بنسبة 25% لأنه الزاوية بلشت تخف اللي هي زاوية التربيع ما بين الشمس وما بين بلوتو أما بالنسبة للقمر في الجوزة أبدو ينتقل للسرطان حتى يوم 28-10 رح يضل في السرطان هو سعيد بنسبة 15% عطارد في الميزان حتى يوم 5-11 سعيد بنسبة 60% الزهرة في القاوس حتى يوم 5-11 سعيد بنسبة 0% المريخ في الميزان حتى يوم 30-10 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً هذا يوم كمان بيعني نفس اليوم أمس إنه الأجواء بتظلها في نشاط إلو علاقة بالسفر والاتصالات بتنشطه بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات والإقناع بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء إنك ما تتهرب منها وتستغل الفرص اليوم لأنه الفرص كلها لصالحك ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض اليوم رح تكثر عندك الزيارات والتنقلات واللقاءات على أنواعها فعشان هيك استغل كل شيء إيجابي برج الثور بتنهمكم اليوم في ضبط ميزانيتكم أهم إشي إنكم تتجنبوا من النفقات قدر الإمكان اليوم لأنه في مصاريف كثيرة عندكم ممكن تقلق بشأن مصاريف إلها علاقة بالتصليحات أو الاستحقاق المالي أو فوتير مثلا أو متطلبات مالية بدك تتجنب النزوات التسوق نهائيا ابعد عنها إلا للأمور الضرورية حاذر من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات ممكن شوي هيك تحس إنه في فوضى على الأمور المالية وبتنشغل بمسائل مالية متنوعة ضبط المصاريف مطلوب وإحذر من النصابين برج الجوزة أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم أنجزوا الكثير منها اليوم لأنه اليوم فرص ممتازة للكم ممكن تلمس انفراج وترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ يعني رح تواجه الواقع بمنطق وعزيمة إذا كنت مستعد وتتلقى جواب أنت كنت انتظر بالفترة الماضية هذه فترة ممتازة جدا لتوضيح كل الأمور ورح توضح لك أمور انتظارك لقاء يعني إلو بدل على مرحلة جديدة قادمة في حياتك برج السرطان بينال التعب منكم لليوم الثاني على التوالي لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب رح يضل ساعات المساء من مساء اليوم بعدين بنتقل لعنكم فعشان هيك بتكون تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشعونة بالإنفعلات حاولوا تأخذوا قسط من الراحة لأنه اليوم ممكن تعيش لحظات فيها نوع من أنواع الصعوبة بدك تحاذر الفشل بدك تحاذر الالتباسات وعواطفك شوي متقلبة بالفترة هاي وبرضو بدك تنتبه لوضعك الصحي برج الأسد بتنشطوا اليوم اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء هاي فترة مناسبة لطلب الاستشارة أو التأييد ما أهم شيء أنه اليوم تحاول أنك تنجز كل أعمالك بشكل كامل لأنه شوي الأمور الآن بلشت تحتدم لأنه القمر صار يقترب من بيت المتاعب فعشان هيك حاول أنك تنجز كل أعمالك بشكل كامل دون واسطة أو تدخل أحدهم بالفترة هاي استشير أهل الاختصاص هذا ما في أي مانع ولكن بدون واسطة بتطمئن مخاوفك وبتفرح لحملة تأييد أو دعم لقضيتك أهم شيء أنك ما تستسلم بل تفاءل بالخير برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل حاولوا أن تقدموا أفضل ما لديكم لأنه بالفترة هاي ممكن تحققوا إنجازات أو تحرزوا تقدم يكون مفاجئ عشان هيك بدك تكون على قدر المسئولية وحاول أنك ما تتردد بطلب رأي أو مساعدة أي شخص ممكن يكون عنده خبرة أكثر منك أو معلومات أكثر منك بدك تحط أول إشي يعني بمعنى آخر تدعى خجلك جانبا وحاول أنك تعبر عن آراءك بثقة وجراء واتجنب الكلام القارس والانتقادات اللاذعة برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد هاي فترة نعتبرها حافلة جدا بالنشاطات حاولوا تبحثوا عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ماء أنه شوي ممكن تكثر عندك الانشغالات الإدارية أكثر وبدك تحاضروا من المتاعب الصحية يعني انتبهوا لصحتكم بشكل جيد الفترة هاي ممتازة للسفر وأوراق ومعاملات قانونية حتى القضايا القضائية بتكون لصالحكم فبدك تستغلوا كل الأمور الإيجابية اليوم لأنه الطاقة مفتوحة بشكل كبير برج العقرب حاولوا اليوم تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وحاولوا أنك تسارعوا لترتيب أوراكم وملفاتكم ممكن تحتاجوا لخبرة أحدهم لا إنقاذك من ورطة أو من مأزق أهم إشي أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك ما تتقوقع على نفسك بدك تشارك في كل النشاطات وتبادر لتصحيح الأخطاء الفترة هاي بتركز على الأمور المالية بشكل كبير فيها إيجابيات إذا استغليتها ممكن تهتم بموضوع العلاقة ببنك أو قرب معين أو تأمين أو أمور يعني بتتعلق ببعض الديون القديمة برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة هاي فترة يعني شوي ممكن يكون فيها بعض الصعوبة يعني يكون فيها بعض الثقل الهموم المسؤوليات ولكن رح تعيش لحظات فيها رح تكون ممتازة ودعملة إلك إذا استغلت الفرص ممكن تعاكسك الظروف شوي يبين إنه في بعض المعاكسات اللي بتصير معك ولكن حاول إنك إجمالا بكل طاقتك إنك ما تخالف القوانين وحاول إنك ما تكون ساخر لأنه الأمور بتصير ضدك تماما برج الجديد واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم بدكوا تحاذروا من التراجع الصحي حاولوا إنكوا تباكروا لعملكم حاول إنك تترك مساحة للغير للتحرك ما تقيد الكل اللي حواليك أو الأشخاص اللي بتعاملوا معك وتفرض سلطتك عليهم حاول تكون مرن ولين اليوم باستطاعتك حسم الأمور لصالحك وبتقدر تتخذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك وفي نفس اللحظة كانت الظروف مؤاتي لاتخاذ القرارات ولكن مش في فترة خلو المسار برج الدلو ما بيتخلى الحظة عنكم عاطفيا وماليا اليوم رح تكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات ورح تتحسن الأجواء نسبيا بشكل أفضل من الأيام الماضية اليوم ممكن تعيش فرحة أو نجاح معين لكن ممكن اليوم تظهر لك مساعدة من أحد أولادك أو أحبائك أو تضطر أنت لمساعدتهم ممكن يفاجعك أحدهم بالوقوف لجانبك فحاول أنك تكون شاكر إله وما تنسى رد الجميل لأن الظروف هذه تبادل الأمور في مصلحة كبيرة برج الحوت بتنهم كل يوم بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة واليوم ممكن تخصص وقت مهم لعائلتك ولشؤونك الخاصة أهم إشي إنك ما تتسرع في الحكم على الأمور وعلى الأشخاص ممكن اليوم تعاني من سوء تفاهم أو من شك أو من غيره أو من بعض الأمور اللي شوي ممكن تلتبس عليك فعشان هيك حاول أنك تضبط أعصابك وما تتخذ قرارات لا غاية بكرة بصير القمر موجود في البيت الخامس فممكن تنطلق بكامل طاقتك بأي شيء بالذكية لأن الحضوض رح تصير دعملة إليك بشكل أكبر في النهاية وقبل ما ننهي ما تنسوا تحطوا لايك وكومنت أعطوني رأيك إيش رأيك بالتعليق بالأبراج إيش حابين نغير فيها إيش الانتقادات عليها لمحوا لي إذا كان برجك طالعك ما تنطبق عليك هاي المعلومات بدك إياني أركز على إيش تحديدا اكبس لي لايك إذا عجبتك لا تنسى هذا الموضوع في النهاية برضو بنشكر الأشخاص المنتسبين في القناة والداعمين للقناة إن كانوا داعمين بانتسابهم أو بتبرعاتهم شكرا لكم وبارك الله فيكم هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر